اعلن سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن الوزارة ستبدأ قريبا في مشروع الرمل الإسكاني مشيرا إلى أن مشروع شرق ستر الإسكاني سيتم البدء فيه فور الحصول على التمويل اللازم وضاف الوزير الحمر أن وزارة الإسكان قد أعلنت استراتيجيتها وأكدا توجه الحميد في التعاون مع القطاع الخاص وثمنا في الوقت ذاته الجهود التي يبدلها بنك الإسكان في خدمة المواطنين إن شاء الله في القريب سنبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الرمل الإسكاني صارت الترسية ونعمل على تنفيذ وفق حزم لأجل إشراك أكبر عدد من المقاولين إن شاء الله نعمل بكل جهد على مشروع مدينة شرق سترة نحاول نحصل لها التمويلات المطلوبة ومتى إن شاء الله ما توفرت هذه التمويلات إن شاء الله راح ينطلق هذا المشروع أيضا ليلتحق مع مشاريع المدن الكبرى وهكذا تستمر وطيرة العمل بشكل جدا كبير أعلنت عن خطتها الخمسية في عام 2011 وتعمل بشكل متواصل وبشكل متسارع وواضح في الحقيقة من خلال المجهود التي تبدلها وزارة الإسكان فالعام الماضي استطاعت وزارة الإسكان نتوزع وتخصص العديد من الوحدات السكنية وزارة الإسكان أيضا استراتيجية تقوم على التعاون والتعامل مع القطع الخاص بشكل موسع ومن هذا الباب طبعا هناك مشروع كبير في المدينة الشمالية وهناك مشروع آخر وقعناه مع شركة ديار المحرك 3000 وحدة سكنية وأيضا عندنا مشروع أو برنامج استحدثت الوزارة أطلقته في عام 2013 برنامج مزايا والآن ننظر لأنه خدمة أساسية ومن المؤمل أنه يكون ينتوسع في الأعوام القادمة 2017-2018 وهكذا بنك الإسكان هو شريك أساسي في هذه المهمة وزارة الإسكان أيضا يعمل بكل جهد وخلاص في تنفيذ العديد من المشاريع السكنية قد تصل إلى الآلاف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر